موسيقى دعوني أحكي لكم هذه الحكاية ذات يوم شعرت القنافذ بالبرد فالتصقوا ببعضهم ليشعروا بالدفء ولكنهم تأذوا بأشواك بعضهم البعض فابتعدوا جدا فشعروا بالبرد مجددا وهكذا ظلوا يقتربون ويبتعدون حتى استطاعوا ضبط المسافة التي يجعلونها بينهم بحيث تضمن لهم الدفء دون أن تؤذيهم الأشواك هذه قصة رمزية عن أهمية الحدود التي نضعها بيننا وبين الآخرين بحيث نحفظ ما بيننا من ود دون أن نضيع خصوصيتنا لكن ربما يكون الأمر أصعب مع الأهل فلا عجب أن تكون العلاقة الطيبة مع أهل الزوجة وأهل الزوج سرا من أسرار الحياة الزوجية الناجحة نناقش في حلقتنا لهذا الأسبوع واحدة من أهم القضايا الشائعة في مجتمعاتنا العربية وهي تدخل الأهل بين الزوجين ونستعرض أسباب هذا التدخل ومدى قبوله وطرق التعامل السليم في الحالات السلبية منه مع ضيفتنا الدكتوريا لما عوده لكن دعونا أولا وقبل أن نبدأ حلقتنا لهذا الأسبوع أن نستمع لآراء بعض الأزواج في تدخلات الأهل بينهم من بداية حياتي أنا حطيت حدود للأمر يعني رسمت الفريم تبع عائلتي أنا كيف بدي أتخذ قرارات داخلية فيه وشو الأشياء اللهم يمكن يقترحوا فيها أو يحكوا فيها أو نتناقش فيها مع بعض نفكر بصوت عالي ما أحد من الطرفين إجا دخل بأسرتي أنه يعطيني قرار أو يملي علي تصرف أو وين لازم أروح بأسرتي أعتقد هذا الإشي يجا نتيجة ثقة ما بينه وما بين دار نسايبي وما بيني وما بين أهلي وأسرتي كيف أنا بلشت أبني حياتي من الأول وكيف اخترت زوجتي وكيف أنا وزوجتي منفكر مع بعض خصوصاً إما يكون النقاش قدامهم يعني قدامنا سايبي في جنين قدام أهلي بالخليل كيف إحنا بنحكي مع بعض والله المشاكل اللي بناتنا كيف بتنحال الآن زوجي بطبعه كتومه ما بحب يدخل حدا بس أنا بطبعي لا بحب أنه أحكي يعني إذا تقتلتنا يبقى درشظة أني ساكت أصلاً يعني لازم أحكي لأمي لازم أحكي لمرت أخوي اللي هي صاحبتي من باب التفريغ يعني لأنه بالآخر بحلها أنا ويا لحالنا بس أنه بحب يعني أشكي أوقات لأمي بس أمي دايماً بتوقف مع ضدي فيمكن بالفترة الأخيرة أبطل أشكي لها لا بالنسبة للقرارات اللي أنا بنتخذها بالبيت لحالي أنا وزوجتي وبناء على الخبرة يعني أنا متزوج من تريباً سبعة تمن سنوات وقراراتنا بناخد الحالة وما بندخل حد فيها والأغلب الناس الأيام بطلوا يسألوا كيف وضعك في البيت أو شو مشاكلك لأنه عندهم مشاكل اللي بتخصهم فالناس كتير بتتجنب هيك الموضوع الإشي اللي بخصني بالبيت لا بس أنا وزوجي بنوحد فيه قرارات يعني ما بنرجع لحد تاني من جانبي أنا كزوج بالأسرة هاي الصغيرة تمام لا ما بدخل حدا بحاول أفكر بالمشكلة أكثر من مرة بحاول أحللها أفككها وأشوف وين الاتجاه الصحيح بس من جانب زوجتي مثلا بعض الأحيان بتحاول لأنه هي من زمان متعودة تفكر بأمور الحياة مع أمها أنا كزوج ما عنديش مشكلة بس أوقات من فضفض لبعض ومناخد نصايح بعض بس إنه حدي يجي تدخل بتربيت ولادي أو أنا أدخل بتربيت ولاد حدا بتخيل إنه بطلت موجودة يعني هاي القصة بس يعني لو تدخلوا كمان بيكون تدخلهم دايما أنا بالنسبة لأهلي يعني أو أهله تدخلهم بيكون إيجابي وبمصلحة الأولاد دايما وأغلب المشاكل يعني إنه بنحلها مع بعض أو أنا بحلها يعني بطريقتي بالاعتدار يعني يعني عشان أريح راسي يعني غفتلي حقك علي وتمام الوضع يعني حسب يعني يعني دائما إحنا بالبيت أدرا في جوا البيت إيش من أقدر إيش من أقدر إيش من أقدراتنا إيش من أقدر عليه إيش من أقدرش عليه إيش اللي بناسبنا برضه بناسب أوبع لا بس أنا وزوجي يعني نأخذ في قرار إحنا كمجتمعات عربية إحنا ربينا بأسرة هرمية من الراس لتحت القرار بنزل أو الأمر أو الإش اللي بدي يصير بالأسرة بنزل من الأب للإبن أو للإبن للحفيد سلطة الأب هي إحنا كيف ربينا من زمان سلطة المختار الموجودة في البلد دايما نهول لبعض القرار من محد يناقش إحنا أنا عارف مصلحتك ونتوين لازم تروح أنا بحس أنه في نوعية من الناس إذا بدخلها تبدأ بتزيد المشكلة بالنهاية بالنقاش بيني وبين زوجتي بالحياة بالخبرة اللي بتصير يعني أرف كيف بتصير أنه حيث أنه لا هذا مثلا بدايئني هذا بدايئك هاي مش عارف مين أنه بناش نعملها هذا الإنسان مش لازم يتدخل لأنه بسبب لنا مشكلة في العيلة أو هيك يعني فحفاظا على العيلة حفاظا على الاستقرار أرف كيف بقى من ندخل حد يعني في الموضوع أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد استكمالا لموضوع حلقتنا لهذا الأسبوع تدخل الأهل في حياة الأزواج يسعدني أن أستضيف الدكتورية لما عودة أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا بك الدكتورية لما تدخل الأهل بشكل أو بآخر بيكون مشان مصلحة أبنائهم لكن مرات هذا التدخل بيجي بنتائج عكسية طب ليش يتم تدخل الأهل في حياة أبنائهم؟ شو السبب؟ يعني إحنا بنعرف أنه الأهالي واللي هم الجد والجدة والأب والأم للأزواج هم هدفهم طبعا سعادة ولادهم بنعرف أنه حبهم الكبير لإلهم حمايتهم لإلهم كل حدا نبدو عيلة نموذجية أنه ولادهم يكونوا أحسن ولاد أولادهم يمعيشوا أحسن حياة فمن هون بيجي هذا الحرس خلينا نقوله أوربريتكتد في حماية زايدة لمرات بتكون من العيلة للعيلة للأزواج الجداد لحمايتهم لأنهم يوصلوا للسعادة فهذا الهدف بغض النظر عن شو بصير مرات بس بشكل عام العيل العائلات اللي عنا هي داعمة هي بتحاول تحافظ على السعادة لأولادها بكل الطرق خصا بالمجتمعات العربية لأن العائلة بتظل محافظة ورعاية طبعا الزواج معروف مش اقتران بين شخصين هي اقتران وتعارف وتقارب بين عائلتين لكن تأثير هاي العائلتين مريات بيكون سلبي مريات إيجابي إلى أي مدى مقبول أو مسموح هذا التدخل في حياة الأزواج يعني أنا بقول في كتير يعني حتى بنقول إحنا في كتير إيجابيات لوجود العيلة المتدة في حياتنا يعني كونها داعمة يعني الجو الحميمي اللي العيلة بتاخده من خلال وجود كل هالأجيال مع بعض يعيشوا مع بعض نفسية الأطفال قديش بتكون مرتاحة لما بيشوفوا جدهم وإمهم وأبوهم وإخوتهم وأولاد عامهم كلهم موجودين بنفس المحل المحل بيكون فيه جو من الهدوء النفسي والطمأنينة اللي محتاجها كل حدا عشان يكون حاسس حاله مرتاح ويحس حاله قادر يعني ينمو بهالتجربة الزواج والعيشة بهاي الطريقة من ناحية تانية من لاقي إنه كمان العيلة بتدعم تدعم اقتصادياً تدعم تساعد الأزواج لما بكونوا موجودين معها يعني منلاقي إنه مثلاً الزوجين ببداية حياتهم بكتير ضغوطات بتلاقيهم ضغوطات اقتصادية ضغوطات اجتماعية كتير نواحي حتى يعني الزواج نفسي بنسبة إلهم بيكون فيه تنين مش بعرفوش بعض عم بعض عم بعض عم بعض شخصيات محتاجة لدعم هاي العيلة أيوة فوجود العيلة هاي الناس هدول الحكمة واللي عندهم خبرات كبيرة بيساعد كتير على دعمهم اقتصادياً تحمل جزء بالمسؤوليات اللي ممكن تضغط الزوجين ودعمهم كمان بكيف ممكن يصير التزواج طب إمتى بيكون هذا التدخل ضار لحياة الأزواج وإمتى بيكون ضرورة؟ يعني أنا بقول إنه هو كتير مهم يكون في عيلة حوالينا نتواصل معها يعني جو الأمان والطمأنين اللي بتعطي العائلة الممتدة هو جو مش ممكن يعني يتوفر لا لأولاد ولا لأهالي وبطريقة هاي هادي ميزة من ميزات مظبوطة للمجتمع العربي وجود العائلة الممتدة اللي بتنصح الأهالي بتدعمهم للأزواج أصدي وبتكون حدهم بكل المشاكل الموجودة عندهم حتى الجو الاجتماعي اللي بيكون موجودة بالسهرة كل الناس كل المجموعة مع بعض كل العيلة جو حميمي المظبوط كتير مهم هاي إيجابيات العائلة الممتدة طب أكيد فيه بعض السلبيات لهي التدخل أكيد أكيد أنا بقول فيه الحدود يعني كتير مهمة وأنا بقول يعني حسب الزوجين كيف الزوجين هم بقدروا حطوا الحدود بالعائلة الممتدة كيف بينجحوا أنهم يكونوا ساعدين وجودهم بالعائلة هلأ محمود ذكر فيه المقابلات في بداية الحلقة أنه هو بيشجع زوجته أنه هي تحكي لوالدتها عن مشاكلهم لأنه والدتها عندها خبرة وعندها حكمة وبتساعدهم في حلها وطبعا معروف كمان أنه بالمجتمعات العربية أنه البنت بتكون كتير قريبة لأمها بتحكي لها كل صغيرة وكبيرة في علاقتها مع زوجها هل هذا الأمر صحي لأي علاقتها الزوجية برأيك؟ أنا بقول أنه مش كل حدا نفس الشي يعني مناش نقول أوالب لأنه في أهالي يعني في أميات لما البنت بتقول لأبنتها بتدعمها وبتساعدها وبتنصحها وما بيكون الهدف أنها تعمل مشاكل يعني الأمتة تزيد المشاكل عند البنت ولا أنها تروح تزيعها يعني تتروج لهذه المشاكل في أميات يعني في أميات مختلفين للزوج ولا الزوجة في أميات صعبين وفي أميات حكيمين وقدرين أنهم يعني يتعاملون مع المشاكل وينصحوا أولادهم أنا دايما بقول أنه كتير منح يكون فيه منفس بس ليش ما يكون هالمنفس الزوجين بين بعض يعني بالقضايا الخاصة كتير اللي هي يعني مش ضروري يعرفوا كل التفاصيل اللي بتصير بين الزوج والزوجة بحياتهم الجنسية بحياتهم الاجتماعية مع أولادهم فيه مشاكل مثلا بتكون كتير دقيقة بين ولادهم خصوصا إذا بكونوا مراهقة ووصلوا وصار عندهم مشاكل محددة فيهم العيلة تحل هاي المشاكل الداخلية إلا إذا كان صعب كتير وبحاجة لدعم فيهم يعني يتوجهوا للأهالي الأهالي أنا بقول كتير يعني الله يخلي لنا إمياتنا وأهدينا أكيد نياتهم طيبة بخصوص هذا التدخل وهم يعني موجودهم بحياتنا مهم كتير لأنه عن جد بخففوا عنا كتير من المشاكل الموجودة بحياتنا بوجودهم حتى بالبسمة اللي بيعطونا ياه مغير ما يعطونا شي بالحكمة اللي عندهم بالنضوج والتجارب المهمة ولكن الحدود فيه مشكلة بالحدود أنه مرات إذا أنا عايشة بنفس البيت خصوصيتي بتنتهك بوجودي بالبيت يعني إذا أنا رحت على الغرفة بصير إنه شو بنا نعمل أو شو بيعملوا الزوجين إذا مثلا تقاتلوا المشكلة بتلا يتنسى معها كيف ممكن نعمل حدود بيننا وبين هاي التدخلات طبعا من غير ما نخسر محبتهم واحترامهم وودهم للأهل يعني هذا دور الزوجين كل ما ببنوا الزوجين أنا بقول متفاهمين كتير كل ما بتكون العلاقة قوية وما متفاهمين كل ما هما بقدروا يبنوا علاقة يعني مبنية على الحب والاحترام للعالة بس بحدود يعني فيه مواضيع لو سألوني عنها ببقولهم لأ معلش مش رح حدر أحكي ما في هذا الموضوع بتندر تقولي ما بقدر أحكي في هذا الموضوع مرات أولها بيزعلوا بس بعدين بتروح يعني بصير خلاص متعودين عليك إنك إنت هايك وكيش تدخلهم بحياتك مش كل كبير وصغير لازم يدخلوا فينا عشان يعني الزوج حلو يكون في خصصيته بين الزوجين يعني هالطريقة الحب والتعبير عن الحب والمشاركة بالزواج وبالمشكلات الزواج وحتى بتفاصيل يعني بسيطة بالعلاقة احنا بنقول للأزواج اللي لحالهم عايشين لازم تؤذوا ليلة مع بعض انتوا لحالكم فاتخيلي لما بكونوا مع العيل المتدد قديش هذا الموضوع مجرد إشي بسيط كيف بدي يكون يطلعوا لحالهم ويتركوا لعيلة فمهم يكون يعني لازم الأزواج يحطوا هاي الحدود إنه أنا جا عبال أطلع أنا ومرتي خليل أطلع فيعني في تفاصيل صغيرة حلو يكون فيها خصوصية اللي مرات يعني تنتهك في قصة تانية كمان بحب أحكي فيها من دمن الأشياء السلبيات اللي بالعائلة المتدة إنه تحمل أعباء تربية الأطفال والأعباء الزواج ساعات لأنه العائلة المتدة كبيرة فبصير في تقسيم للمهمات فالأزواج ما بياخدوا كل المهمات عليهم فيه جزء من تربية الأطفال بصير يرتكن على الجد والجدة وبصير في ساعات في تضارب بوجهات المظل بأسلوب التربية أيها الأولاد فكيف ممكن أن نعالج هذا الموضوع هذا هو يعني كمان لازم مهم كتير إنه نوضح إنه أنا بدي أربي ابني ألا ما بخليهم يا رمان كمان بالمقابلات إنه إمها هي اللي ربت بناتها طيب كيف ممكن نحافظ على أسلوب تربية موحد يعني هي بده يصير فيه نقاش في الموضوع إنه أنا هيك بدي مثلاً أوقات النوم أنا بعرف أنا أوقات النوم وقد دراسة دايماً كان الأجداد يصير يقول للأولاد للأهالي أي يتركيهم يلعبوا لإيش بدك تخليهم يناموا بيدلعوا أكتر الأجداد أيوه بيدلعوا حدود يعني بصف الأولاد إنه كتير مهم تكون لهم حدودهم إشي تاني بالدراسة أي خلص تضليش تجنني بدش يدرس فالأم والأبو كتير مهم يكونوا متعاونين ويحطوا هاي الحدود إنه لأ يعني هي حرة إحنا حررين بكيف نرب الولد هلأ فيه وقت يلعبوا معهم ويقضوا معهم أكيد طبعاً كمان فيه طرقتان يعني فيه كيف بدهم يربوا ابنهم النمط الحياة كيف بدهم يناموا وقت النوم ووقت الأكل ينظفوا سنانهم كل هاي الشياء التفاصيل مهم كتير يكونوا مسؤولين عنها الأهالي مش بس عشان هم يعني الأجداد ممكن يخربوا لإنه كمان الطفل بتخربت يعني جزء من الانفصام اللي بيصير عند الطفل لما يصير بعد الخمسة في تبور لأنه مختلاف في أسلوب التربية أيوة إنه كل واحد يعطيه مشكلة يعني كل واحد يعطيه قانون فبتخربت للطفل هكتير مهم يكون فيه قانون محدد للأطفال يكون شخصين هم نفس حتى الأوامر مش الأم بتقول إشي والأب والأب حتى يحافظوا على يعني إنه يكون بنمو صحي طب دكتوريا نرجع لموضوع النصائح اللي بناخدها من الأهل وهي التدخلات كيفنا نميز إنه هاي النصيحة في مصلحتنا أم هي ممكن تدمر هاي العلاقة الزوجية وكيف نتصرف مع هاي النصيحة كيف نتعامل معها يعني أنا بقول إنه هنا كلنا عقلين ومنعرف يعني فيه نصائح معروف إنها هي بتساعد إذا هي بتساعد في دعم العلاقة نعم فيه مفاهيم يعني صارت كمان جديدة يعني مثلا إذا بقولولي مثلا لأ ضربيه لإبنك مش رح يتربى بالطريقة إنك تتعزيزه نحن نحكي عن علاقة بين الزوج والزوجة بشكل خاص يعني إنه إذا أخذت نصيحة من إمها إنه لأ مش لازم تسمحي لزوجك مثلا يعمل هيك أو كيف مرتك بتعمل هيك كيف تصرف مع الأهل في هاي النصيحة يعني أنا بقول إحنا كمان الأزواج صرنا وعيين أكتر لشو بدنا بالحياة يعني كلما بيكونوا هم متفاهمين على طرق الحياة كلما بنجحوا أكتر بإنهم كيف يتعاملوا مع الأهل بالطرق المنيحة والمش منيحة يعني طريقة الود كمان حتى لوهم بكونوا يقولوا غلط إذا إحنا يعني نعطيهم أنا بحبكم كثير بس يعني هذا ما بزوط معي هاي الطريقة اللي بتقولي لي إياها يعني أنا بقول إحنا كلنا عارفين كيف بدنا كيف حياتنا بدها تمشي كأزواج وفي اتفاء وفي مودة وحب طبعا ومشاركة بالحياة هلا مش معقول حدا من بره حتى لو كانت تيجي تحكي لي شيء وأنا بدأ رد عليها هيك يعني إحنا عقلين ووعيين برضو لمصلحة العيلة إذا إحنا يعني عن جد بدنا مصلحة الأسرة بس بدي أقول نقطة كل ما بيكون الزوجين متفاهمين وعندهم حب وعندهم مودة وتواصل وتواصل وحوار ونقاش كل ما بتكون ولا إشي ممكن يزعزع هذا الزواج لا عائلة ممتدة ولا أصدقاء من بره كل ما بيكونوا هم قواية العيلة بتكون قوية الأطفال كلهم بيكونوا بوضع سحي وهم بيكونوا قادرين أن يحلوا أزمات الحياة لم تكن هاي العلاقة الزوجية بهاي القوة التي تتحدث عنها وسمعنا أنه فيه طبعا أسباب كثيرة للطلاق لكن الإحصائيات بتحكي أنه أعلى نسبة للطلاق كانت بسبب تدخل الأهل شو خطورة أنه نستسلم لهذه التدخلات السلبية من الأهل يعني كل ما بيكون ما بيقول لك كل ما بيكون الزوجين متفاهمين كل ما بيكون العلاقة جيدة كل ما بيكون فيش حد ممكن يدخل بينهم كل ما بيكون فيها ضعف كل ما بيكون عرضة لأنه تدخلات من أكتر من حدا التحالفات بتصير مع الولاد كمان الأم والأب بيصير تحالفوا وهذا بيكون عامل سلبي التحالفات اللي من بره الأم وبيصير تدخلات كل ما بيكون يعني هم عرضة للانفصال ويعني أنه يصير فيه كمان نمو غير صحيح للأسرة والبالتالي يعني فيه انفصال أو فيه برود عاطفي أو فيه مشاكل إلها علاقة الطلاق يعني أنا دايما بقول الأزواج اللي يعني العيلة اللي بتيجي تقول لي ولادي ما عندهم مشاكل أنا بتطلعها فوق بقول أكيد فوق في مشكلة مشلال اللي تحت يعني الأب والأم اللي بقول لي مثلا أنا وحماتي بعرف إنه فيه مشكلة هي والسجوج لأنه دول التنين لازم يوم يكونوا علاقةهم أكبر هم الأواية اللي يعني كل ما بيكونوا قواية كل ما بيكون كل النمط والنموذج كله ماشي بطريقة صحيحة كل ما بيكون فيه خلل فوق بتلاقي هون مشكلة ايوه فالاساس الازواج انا بقول التواصل والحوار يقضوا وقت حلو مع بعض دايما يتذكروا انه لهم ان هم كتير مهمين ويتذكروا حالهم يعطوا حالهم هيك زي البنزين والفاتامينات اللي تساعدهم انهم يدوروا انه يوصل للسعادة دايما كتير مهم يكون في هيك مثلا حفلة عشا مع بعض او يعملوا هم العشا ويقضوا مع بعض يطلعوا مع بعض ساعات يقولوا لبعض الكلام اللي عن جد بطور العلاقة يعني تعبير عن الحب كتير مهم هذا من الفيتامينات كتير اللي بتساعد على تقوية الزواج الحضن الكلام الحلو نرجع دكتوري لموضوع الاهل طبعا ما رح ننكر فضل الاهل وخبرتهم في الحياة طيب كيف ممكن نستفيد من هاي الخبرة في الحياة من غير ما نزعجهم بمشاكلنا ومن غير ما نوصل لمرحلة التدخل الغير ما نرغب فيه انا دايما كتير مهم انه اول شي عشان نقدر يعني نكون مع الاهالي كتير مهم احنا يعني نعلم حالنا كازواج ان هدول لهم حق علينا هاي حماتي هي زي امي يعني المفاهيم ونفس الشي الزوج هي يعني اذا بنبدأ باننا نقناح نبدأ نفكر بهاي الطريقة احنا بنبدأ نتصرف بطريقة صحة الثانية انه نهتم فيهم يعني نزورهم نودهم ساعات نجيب لهم هدايا نستشيرهم بقضايا يعني عن جد ممكن نساعدنا قضايا العمل قضايا اخرى غير اه قضايا يعني مش كتير بتأثر على حياتنا بشكل كبير او حتى قضايا الاطفال في كتير مشاكل الاطفال احنا بنستشير الاهالي يعني شو ممكن نعمل اللي بتساعد ادول الناس يحسوا ان انا ادول بودوني ادول بحبوني دايما نأكد على خبراتهم على دورهم بالحياة وانهم موجودين دايما معنا كمان يعني انه قديش لولاد قديش بيحبوا ولادنا هم يعني نعطيهم هدا المساحة انهم يعني يستمتعوا بوقت مع الولاد بش انه كله قوانين بقوانين كتير مهم يكون فيه دور ليدخلهم لحياتنا بس بالطريقة اللي بتسمح لنا انه نكون في خصوصيتنا ويعني بنمو اسري صحي طبعا لازم نعرف انه هاي الحدود مش جفاء لكن اي اشي بزيد عن حده بينقلب ضده زي ما بحكوا طيب دكتورة فيه نصيحة اخيرة منوجها للأهل او للأزواج في هذا الخصوص انا بقول دعموا الازواج هم الاساس العائلة الممتدة ناس كبار بالعمر اكتر يعني نقول عن ابونا وامنا وسيدنا وادول هدول هدول ناس كبار بالسن صعب نغيرهم ولكن نقدر نكسب ودهم الاساس حافظوا على حالكم اول لقدكم وعبعد انتوا رح تقدروا اتواجهوا كل الضغوطات الموجودة بالحياة وزي كيف الشجرة اللي دايما تحتاج للماي والتربة وللشمس احنا كمان محتاجين للعائلة الممتدة حوالينا ولكن محتاجين نرعى حالنا عشان نقدر كمان نكون بسلام مع عائل حوالينا دكتوري لما تشرفنا بوجودك معنا في حلقتنا لهذا الاسبوع شكرا جزيلا لك شكرا إليك اسلام يعطيكم العافية حالا مشاهدينا إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الاسبوع من هو وهي تحدثنا فيها عن تدخلات الاهل بين الازواج وحدوده تابعونا الاسبوع القادم بحلقة جديدة وموضوع آخر جديد يهم كلا من هو وهي إلى ذلك الوقت ألقاكم على خير ترجمة نانسي قنقر